أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 البرنامج الديمقراطي اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد بقول فيه وجهة نظري وبعدين بستنى منكم وجهة نظركم اليوم بدنا نتكلم عن مباريات خمسة لزيدان اتفوق فيهم وخلى وصنع عظمته كلاعب كرة قدم هذا الحلقة بناء على طلب كثير من الأصدقاء في التعليقات في حلقات توب 5 اللي بطلب منكم تطلبوا منها فقرات الآن عشان نعملكم إياها ومن المهمات الصعبة تختار أفضل خمس مباريات لزيدان وأيضا من المهمات السهلة صعبة لأنه زيدان مؤثر في كل المباريات سواء سجل أو صنع أو ما سجل أو صنع وسهلة لأنه في مباريات عطول بتنطب ذاكرتنا أول ما نقول زيدان وأول مباراة النطحتين مش لماتيرادزي النطحتين في مرمى البرازيل اللي خلت زيدان ينتقل من سوبرستار لليفل أسطوري كأس العالم 98 زيدان بيقدم مباراة نهائية عظيمة في ضبط الإيقاع أولا في ضبط المباراة والسيطرة ثم هدفين هدفين حسموا البطولة وأعطوا فرنسا أول لقب كأس عالم في تاريخها وقبل ذلك بقليل كان زيدان عم بيتقلق مع يوفنتوس عم بيقدم مباريات ممتازة رغم بدايته اللي كان عليه شوية شكوك لكن بعد ذلك أصبح زيدان واضح أنه أي مدرب يدرب يوفنتوس بده يكون سعيد بأنه مع زين الدين زيدان وأعظم مباراة قدمها زيدان مع يوفنتوس إذا ما خب ظني هي تلك أمام أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 97 هناك زيدان فعليا يعني عمل العجب في خصومه أياكس سجل هدف جميل جدا صنع هدفين وضيع أياكس ما بين مهاراته على اليمين وعليسار مباراة كانت كافية على الأغلب تنهي مسيرة فانجال مع أياكس والمجموعة بتاعة أياكس بعدها تفككت وانتقلت إلى فرق أخرى وصحيح جمهور ريامدريد بيستنى مني أقول له عن مباراة لباركوزر بس مش هقول لكم ياه لأنه كلكم تعرفوها فمباراة الثالثة له مع ريال مدريد واللي كانت مؤثرة في مسيرته على مستوى الثقة على مستوى جلب الانتباه نعرف زيدان في بداياته مع ريال مدريد كان دائما فيه تشكك لأنه صار أقرى لاعب في العالم هي مباراة مع دي بورتيفو في موسم 2001-2002 دي بورتيفو للعلم انتهى الوصيف في ذلك الدوري عشان تعرفوا قديش دي بورتيفو كان قوي والبطل كان بلانسيا ريال مدريد كان ثالث زيدان قدم مباراة عظيمة أمام دي بورتيفو اللي انتهت بثلاثة واحد سجل هدف لا ينسى ثم صنع الهدف الثالث زيدان قدم مباراة من المهارة من ضبط خط الوسط ضيعت خط وسط دي بورتيفو اللي كان وقتها من أقوى الخطوط الوسط الموجودة في أوروبا مش بس في إسبانيا تلك المباراة خلت صحف مدريد ثاني يوم زيدان عن غلاف انتهى زيدان 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 نقل نفسه للا مدريد جمهورية مدريد قالهم اهدوا انتوا مش بعجبكم مش حدا وفي مباراة أعتقد لو يعيدوا بثها الآن مباشر ونكون احنا مرة ثانية منعرف شو بده يصير فيها ما حدا فينا حيحضرها لكنها مهمة جدا في مسيرة زيدان المباراة ودية في عام 94 في 17 أغسطس تحديدا أمام منتخب لتشيك لتشيك تقدمت 2-0 بشوط الأول بشوط ثاني المدرب دفع بلعب شاب واعد اسمه زيدان دين زيدان سجل هدفين وصنع لعب بشكل مختلف غير اتجاه المباراة لصالح فرنسا بعد ذلك كان في حدث ساعد زيدان وخلى المدرب مستاح والاتحاد الفرنسي مرتاح اللي هو حدث ايقاف كانتون اللي صار مع من يونايتد لفترة طويلة وهون قالوا لا احنا عندنا زيدان ما في داعي مرتبك خذ يا زيدان الفرصة مع فرنسا اللي انتهت بكأس عالم وكأس أوروبا زي ما بنعرف اما المباراة الخامسة فهي مباراة المعلم زيدان حرفيا زيدان اللي واجه البرازيل بدور الثمانية كأس العالم 2006 وقدم واحد من اقوى الاداءات الفردية في مباراة في تاريخ المونيديان زيدان كان مع بواجه اساطير في البرازيل رونالدينيو رونالدو أدريانو كاكا لعبي كبار كانوا بس كلهم قاعدوا يتفرجوا ويتعلموا من المعلم زين الدين زيدان لمستوى كتير برازيليين رددوا نفس الكلمة أعطانا زيدان درس كيف تلعب المباريات وفي وصف آخر علمنا زيدان كيف تدار المباريات فزيدان ملك الإدارة في المباريات كلاعد وفي كتير أحيان كان كمدرب زي ما بنعرف هذه أهم خمس مباريات لزيدان بس تنى منكم تعالقوا وتقولوا لي شو بالنسبة لكم أهم خمس مباريات إلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر